العالمي يضرب من جديد العالمي يبدع من جديد الاهلي يسعد من جديد جمهوره والمصريين والعرب والافرقة ويضع قدما في نصف النهائي وليه بقول قدما واحدة في نصف النهائي علشان حالة الثقة المفرطة اللي موجودة دلوقتي وحكلمكم عنها عن ان احنا يعني رحين نروى قرير مدريد وهنصعب للنهائي سحنتكلم عنها بعدين لكن خلونا في فرحتنا انا عارف طبعا ان الفرحة الناس كلها تكلمت عنها بس انا اول مرة اشوف حضراتكم بعد الانجاز المهم اللي الاهلي عملوا ويتقلبوا على نادي سياتر الامريكي القوي بهدف مجد افشا في الديهة 89 ويسعودوا الى المربع الذهبي ليكون ضمن الاربع الكبار ما بين اندية العالم هو الان زيه زي الهلال السعودي اللي تغلب على الوداد المغربي بضربات الجزاء زي فلمينجو البرازيلي زي ريال مدريد العالمي اذا العالمي سيلاقي العالمي بطل القرن الافريقي سيلاقي بطل القرن الاوروبي في مباراة مش عايز حد يتكلم هي كلاسيكو الارض ايوا كلاسيكو الارض لا لا كلاسيكو الارض شوفوا عدد سكان افريقيا وعدد سكان اوروبا وعطوهم على بعض يبقى تقريبا كلاسيكو الارض او انا عايزها كده وما حدش يدايني كلاسيكو الارض اللي حينطلق يوم الاربع ان شاء الله اللي جاي الساعة تاسعة مساء في مدينة الرباط المغربية مباراة يكفي انها ستقام مباراة يكفي انها ستقام يعني مجرد ان المباراة ستقام وان الاهلي عيلاع بريال مدريد رسميا رسميا دف حد ذاته انجاز كبير للقرعة حمراء والنادي الاهلي لازم نعترف بيه المباراة الوحيدة اللي تمت بين الفرقاتين قبل كده كانت مباراة احتفالية ودية مراسمية بروتوكولية عام 2001 بمناسبة حصول الاهلي وقتها على لقب نادي القرن في افريقيا فاستضاف نادي القرن في اوروبا وعمل مباراة احتفالية اكلناهم سيمين وضاني ومشا عايبوا لفرفناهم الهرم وطلعناهم اراهم بتاع طول اليوم فجوم كانوا يعني مخلصين زيت بالليل فاكسبناهم 1-0 من الهدف بتاع صندي في المباراة اللي تقلق فيها نجوم الاهلي بقيادة مانو الجزيز وقتها لكن زي ما اقول لكم ده تاريخ ولا وكانت مباراة احتفالية مراسمية وريال مدري كان بنجومه طبعا زين الدين زيدان وروبرتو كارلوس ولويس فيجو وقوله زي ما انتم عاوزين وكاسيس حراسة ملاوي سهودة ومع ذلك كسبناهم بس هم كانوا بيلعبوا طبعا كده احنا بنتكلم دلوقتي على مباراة رسمية رسمية ستجمع الاهلي ونادي ريال مدريد واقول لكم حاجة تشرف كل الاهلاوي دلوقتي انه شعار الاهلي النصر الاهلاوي المحلق دائما وابدا ان شاء الله موجود في الستوديو التحليلي لقناة ريال مدريد الاسبانية ده صورة من البث المباشر اللايف لقناة ريال مدريد زي ما فيه هنا في مصر قناة الاهلي وقناة زي ما كذا فيه قناة برشلونة وقناة ريال مدريد قناة ريال مدريد الان عاملين استوديو تحليلي لمنقشة المباراة المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للاندية التي ستجمع مطالهم ريال مدريد مع بطل مصر وافريقيا النادي الاهلي وشعار الاهلي زي ما انتم شايفينه الاحمر بالنصر الاسود اهو بيزين الاستوديو قدام شعار الملك الاسباني ريال مدريد زي ما انتم شايفينه حاجة تشرف وحاجة تكبر وحاجة ترفع الرأس بسرعة بسرعة ايا كان اللي هيحصل في المباراة احنا فخورين وسعداء بالانجاز بس النبرة اللي موجودة دلوقتي بعضها نبرة عند الاهلوية عند بعض الاهلوية فيها حماس وطموح ودي حلوة ما عنديش مشكلة بس فيه نبرة تانية نبرة شريرة انا بحذر منها هو وانا اهلاوي والاهلوية الصميمين حيصدقوا كلامي يقولوا عندك حق فيه نبرة خبيثة انه اه ريال مدريد دلوقتي عنده غيابات وعنده اصابات ومستوى مش اوي ولسه خسران المبارح من ريال مايوركا في الدور الاسباني مش عارف ايه وكورتوال حارس المربى الاساسي خانست مش يلعب وبنزيمة رسة رجع من اصابة فمستوى مش عارف ايه فبالتالي عادي اوي انه احنا ندوسه ونعديه لا لا عادي ولا اوي ولا ندوسه ولا نعديه الطبيعي في كرة القدم ان ريال مدريد يكسب سيبكوا ابن الهيزار لانا كنت تقولوا من شوية الطبيعي في كرة القدم ان ريال مدريد يكسب المنطقي في كرة القدم ان ريال مدريد يكسب فارق الامكانات المالية والفنية والاحترافية والذهنية والسيسرية برا عن السيستم هنا يقول ان ريال مادريد يكسب اذا المباراة مش خمسين خمسين ومن ستين اربعين لا المباراة تمانين عشرين تسعين عشرة اما وانه لعبت الاهل يعملوا الف في المية من مجهودهم ويبقى مركزين ذهنيا وبدنيا والتوفيق يبقى عامل موفق ومساعد ليهم فيكسبوا فيبقى ده الاستثناء يبقى عشرة في المية هي اللي تنفوقت ساعتها على تسعين في المية لكن ما حدش يقول من دلوقتي انه ده المطشح لا سهل وفي ادينا لا لا سهل ولا في ادينا ليه انا بقول هذا الكلام بقى وليه المغردين والاشرار بيحاولوا يمرروا الحكاية دي مش نفخن في الاهلي ولا في قوة الاهلي لا ده عشان لما تحصل الخسارة يطلع يقولك بص ايه الاخفاق ده ايه الفضيحة دي اول اختبار حقيقي لكولر وفشل فيه ويبتدوا يضربوا اول مصمار في مسألة عدم الاستقرار الفني اللي تحصل في النادي الاهلي وده لا يجب ان يحدث الاهلي اكثر اوقاته استقيا وفنيا الان وما صدقنا ان احنا لقينا مدير فني الحمد لله ممتاز والكيميا بتاعته ماشي مع العيبة والدنيا كويسة طبيعي جدا ان احنا نخسر من ريال مديرل ما فيش حاجة ولو حصل هنظل فخورين ونظل سعداء وحنقاتل ونحارب على المركز الثالث والبرونزية اما وامت سعدنا يبقى انجاز والمعجزة حصلت وساعتها بقى اطلقوا الافراح ولا للبلاع افتكروا معايا كده النسخة اللي فاتت مين فينا كاهلاوي زعل لما اخسرنا باير ميونيخ 2-0 انا شخصيا وانتو عارفين ان انا مش بس اهلاوي انا اهلاوي حتى النقاع ومع ذلك ما زعلتش ابا بالعكس انا انبسط ان احنا قدينا اداء كويس وما طلعناش بنتيجة محرجة قدام بطل العالم وبطل الكون باير ميونيخ وحاربنا على المركز الثالث وكسبنا نادي بالمراس القوي بطرابات الجزاء وحصلنا على البرونزية وكان انجاز تاريخي كلنا ترقصنا وفرحنا فبالتالي اوعوا يا اهلاوية تبتلعوا الطعم ويتقال لك لا دا لو خسرته من ريال مدي باخفاق لا اللي يخسر من ريال مدريد عادي باريس سان جرمان بميسي وامبابي ونيمار خسر من ريال مدريد ريال مدريد هو بطل الشامبيوز ليج سنة الفاتن منشستر سيتي بمدربه العبقاري جوارديولا خسر من ريال مدريد فالطبيعي ان ريال مدريد يكسب اي حد فاوعوا تأكدونا البلوزة لان احنا ما بنكلهاش سنظل مع الاهلي وفخورين بالاهلي وبانجاز الاهلي سواء لعبنا عالدهبية او لعبنا عالبرونزية على الاقل بنلعب على مدنية